ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان ولكن الحديث مستمر عن صادراتنا الزراعية خلي بالحضراتكم الموسم التصديري 2020-2021 هو موسم مبشر بالفعل كفايا نقول لحضراتكم أن حسب إحصائيات وزارة الزراعة فإن الصادرات بلغ حجمها خلال أشهر يناير وفبراير حوالي مليون طن وبزيادة قدرها 5% عن الموسم التصديري 2019-2020 اللي احنا سمناه عام الأزمة عشان تفشي فيروس الكورونا في العالم أجمع واللي تأثرت به صادراتنا ده باعتراف رئيس المجلس التصديري لحاصلات الزراعية النائب عبد الحميد الدمرداش طبعا أبرز ما حصلنا حتى اليوم في الموسم التصديري 2020-2021 أول حاجة الموالح 683 ألف طن تاني حاجة البطاطس بنتكلم في حوالي 108 ألف طن بعد الموالح والبطاطس بيجي الفراولة والطوم والرمان والجوافة وغيرها من المحاصيل اللي بتشتهر بها مصر في جميع أسواق العالم عندنا أكتر من 12 محصول مشهورة بها مصر من إجمال 90 محصول بنصدرها لكل أسواق العالم ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان انتظرونا الأسبوع القادم أيام الخميس والجمعة والسبت ساعة 7 مساء على قناة القارة والناس 2 وبرنامجكم الجدعان